نطم الخدود حداداً على أحبة وأقارب نقلت توابيتهم الرمزية على شاحنات صغيرة من الموصل في العشرين من حزيران يونيو الحالي وفي مشهد متكرر تجمع أيزيديون وأيزيديات جار الزمان عليهم أمام دائرة الطب العدلي في نينوى لاستلام رفات ذويهم الذين قضوا في يوم الفرمان على سنجار كما يسمونه أبن عمي استشهد يوم الفرمان على سنجار فجينا نستلم رفاته من الطب العدلي من نينوى إلى مقبرتنا سنجار رفاته تسعة وثلاثين أيزيدياً كانت متفونة في مناطق وقرى متعددة من قضاء سنجار وناحية الشمال أرسلتها دائرة شؤون المقابر إلى مختبرات بغداد للتعرف على هويات الضحايا المقابر مكتشفة أكثر من ستة وثمانين مقبرة جماعية إضافة إلى عدد من المقابر الفردية التي تم فتحها من قبل دائرة شؤون المقابر إلى أحد هذه اللحظة 43 مقبرة هذه 43 مقبرة تم إخراج 626 شخص مغدور تم فحصها عن طريق دائرة طب العدلي في بغداد وسط أنين يبقى متصاعداً رغم خفوته الظاهري تمر رفات الضحايا بعد مرور عشر سنوات على الكارثة التي أسفلت عن مقتل أكثر من 3000 أيزيدي في عام 2014 وخطف قرابة 7000 امرأة وفتاة أيزيدية تعرضنا لاعتداءات جنسية من مسلحي داعش في حملة وصفتها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أبشع جرائم الإبادة الجماعية وينضم إلينا من النجف الخبير في مجال حقوق الإنسان الدكتور فاضل الغراوي دكتور فاضل أرحب بكم معنا إلى هذه النشرة يعني بحسب وزارة الهجرة والمهجرين عاد نازحون من مخيمات دهوك إلى مناطقهم في سنجار هل البناء التحتية مهيئة ومؤمنة وماذا عن الناحية الأمنية في سنجار نعم مساء الخير ستزينة تحياتي لك ولكم الشهدين للإبادة قد يكون هذا العدد الأول الذي اتجه إلى مواعق العودة إلى سنجار وخصوصا ما زال العلاق من النازحين ما زالت في مخيمات أعلى بها المخيمات في حمين كوردستاد ما زالت حتى الآن البناء التحتية في ناحية سنجار وقضاء سنجار أغلبها متعالكة كم هال أيضا من الدور والما زالت حتى الآن لم يتم أعمارها خصوصا الدور التي تعود إلى النازحين التي دمرت عصابات داعش الارهابية بعمليات جماعية بذات الوقت أيضا ما زالت هناك الحاجة المالسة إلى مضاعة الخدمات والطوق والمواصلات وكل ما يتعلق بالحياة الإنسانية إذن لماذا عادوا بحسب الوزارة العودة هي عودة طوعية يعني كريمة اليوم وجود تغفر من عشرة سنوات في خيمة لا تتغفر بها أبصر مقاومات الحياة الإنسانية هذا الذي انطر العديد من النازحين إلى طلب العودة الطوعية لمناطقهم وقد تكون هذه المناطق هي تمثل محيطهم تمثل حياتهم تمثل إرتهم بتاريخي تمثل وجودهم وبالتالي عديد من النازحين في فترة ما خصوصا الفتيات انتحرنا أكثر من دعش حالة انتحار خصوصا في المقيمات خصوصا بالنسبة للنازحات في مقيمات سنجار والعفو في مقيمات أقليل كردستان وأغلب هؤلاء النساء البنات في محتبال العمر بالتالي الضغط النفسي الضغط المعيشة الضغط الإنساني في المقيمات لا يتناسب ولا يلوح بأي كرامة إنسانية لمواطنة تستمر عشر سنوات من معاناة الإنسانية فبالتالي هي أتاها التفاصيل لمكانية سد التغاية كم عدد المتبقي من النازحين الأيزيديين وهل جلهم يقطن مخيمات دهوك أغلب المخيمات هي في قليل كردستان 26 مقيم ما زالوا في قليل كردستان أغلب الذين يقطنون هذه المخيمات من الأخوة الأيزيديين هناك أكثر من 18 مقيم خاص بالأخوة الأيزيديين أكبر المخيمات بالنسبة للأخوة الأيزيديين موجودة في محافظة دهوك وبالتالي العودة قد تكون بدأت من محافظة دهوك باعتبارها تمثل أكبر مساحة سكانية للنازحين في هذه المخيمات نعم إذا ما تحدثنا عن المقابر الجماعية للمكون الأيزيدي ما هي المعوقات أمام الكشف عنها حتى الآن؟ يعني مثل ما تحدثت تقرير توجد أكثر من 46 مقابر جماعية معلومة قد تكون هناك مقابر جماعية لحد الآن لم يتم العلم ويصد إليها الإشكالية الكبيرة تتعلق بالقدرات الخاصة في فريق المقابر الجماعية وكذلك الأموال التي يجب أن تخصص لهذه المقابر وفتحها وخصوصا تحتاج آليات وتحتاج دقة كبيرة جدا إضافة إلى المتطلبات الخاصة بموضوع المطابقة في فتح الـ DNA وتعمين هذه الأماكن وخصوصا أن هذه الأماكن تقع في أماكن بعيدة جدا وتحتاج جوانب وآليات خاصة باعتبارها أن هناك تضاريس خاصة في هذه المناطق تحول وتعوق إمكانية فتح هذا المقابر بشكل مباشر بالتالي المطالبات الأساسية في هذا الأمر هو الإصراع في تعزيز فريق المقابر الجماعية من قبل الكواد المتخصصة ومطالبة مجلسة وزراء أيضا في تخصيص موازنة خاصة لفريق المقابر الجماعية لإمكانية فتح هذا المقابر وكذلك إن شاء المختبر المركز الرسمي للـ DNA حتى يساهم في موضوع المطابقة لكل العينات التي تؤخذ برفات المقابر الجماعية وإعادة إلى ذوي هذا الشق الأول الشقة الأكبر أيضا سيدة الفاضلة الموضوع ما يتعلق بالتعويضات كمها لحد الآن من النازعين في المقيمات الذين تعرضت ممتلكاتهم تعرضت أموالهم لموضوعات النهب لموضوعات التدمير لم يتم ترويج أو إكمال متطلبات تعويضهم بشكل مباشر وهذا يمثل أيضا حد العواغ الأساسية في موضوع تأمين متطلبات العودة الطاوعية بالنسبة للنازعين من قضاء سجارة ماذا عن ملف استعادة المخطوفين من الأيزيديين والأيزيديات والحملات الحكومية لاستعادتهم؟ هذا الموضوع قد يكون أحد الأجزاء المهمة نتحدث عن أكثر من ثلاثة امرأة مخطوفة ما زالت لحد الآن هناك كانت مبادرات حكومية واتصالات وتواصل للأجهزة الأمنية في دولة سوريا وكذلك الاتصالات المباشرة في باقي الأماكن التي ممكن أن تحصل عملية الحصول على المعلومات وكذلك إمكانية إجراءة تفاوضات التي قد تكون غير مباشرة لإمكانية تطلق صراحة المخطوفات أيضا هناك كانت مبادرات وطنية من قبل المنظمات من قبل الشخصيات في موضوع تقديم مبالغ الإمكانية إعادة مجموعة من المخطوفات وقد هذا حصل لكنه العدد الذي وصل إلى العراق هو عدد قليل جدا قياسا بالعدد من المخطوفات وهذا يمثل بصراحة أحد الملفات الإنسانية الشاكة والمعقدة وكمهان من الضحايا وعوائلهم ما زالت بانتظار إمكانية لمشة منهم وإعادة المخطوفات في هذه الفترة كمتنى كثيرا لك على حضورك معنا عبر سكايت من النجف الخبير في مجال حقوق الإنسان الدكتور فاضل الغراوي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا